القهوة القهوة وهي من أشهر المشروبات في العالم عندها حكاية قديمة بزاف تشفت حوالي ألفين سنة قبل الميلاد في الحبشة وبدت تنتشر غير في القرنة 14 من حبش ليمن وفي اليمن هاد القهوة اللي تفطن دارت حالة خاصة في الزاوية الصوفية وينكانوا يشربوها بزاف باش يقدروا يكملوا قراءة القرآن وذكر الله طول الليل في القرن الخمستاش الحضرة الإسلامية هي اللي سمحت في انتشار القهوة من اليمن للسعودية ومن مصر حتى الدولة العتمانية وهكذا حلوا أول قهوة في مدن مكة المكرمة القاهرة في اسطنبول وين كانوا الناس يتلقاوا ويقعدوا باش يشربوا القهوة القهوة قولت هكذا ما كان اجتماعي مهم فيها كانوا يحكيوا يلعبوا شطرنج ولا يسمعوا الاقصايد بالصح كان بعد الفقهاء كانوا ضد هاد المشروب الجديد وجربوا يمنعوه إما لحرقوا كامل حبوب القهوة وقفلوا بزاف من القهوة حتى المولوك ساعدتهم شوية على خطر معجبهمش الحال كي كانوا الناس يتلموا في القهوة ويحكيوا بزاف على السياسة بالصح ما طولوش هكذا وما قدروش يمنعوا القهوة الخطرش ما كانتش محرمة في النصص الدينية إما لا عاودوا حلوا القهوة في كل أنحاء العالم الإسلامي وزادت مشات هكذا القهوة حتى لحقت الإيطاليان وأوروبا في القرن السبعطاش وباش يزيدوا في الإنتاج التحى ولو الكوري يغرصوها في الحقول الكبيرة في جنوب أمريكا وفي برازيل خاصة من بكري والناس يجربوا عدة طرق لتحضير القهوة كانوا يستعملوا هالإناء الصغير بالنحاس واسماوه الجزوة باش يوجدوا القهوة في كل البلدان حول البحر الأبيض المتوسط وفي أوروبا كان اخترعوا عدة غليات متطورات على القهوة ومع بروز القهوة الناس والا تمد أهمية للفنجان اللي يقدموا فيها القهوة في الأول الفنجان كان مخدوم بالحطب ومن بعد والا بالفخر الصلب وحسب كل ثقافة كانوا الفناجل إما صغار كما اللي عندنا وإما كبار كما في شمال أوروبا والمريكان بالصح مهما كان شكل الفنجان ما تنسوش بلي القهوة فيها موكونات يؤثروا على الجهاز العصبي إما لا وما تكثروش بزاف من القهوة ومن حكي على الزمان كانت إن شاء الله القادمة متحوفة وحلوة مع حكاية القهوة اشتركوا في القناة